اشتركوا في القناة اعرب عن اعجابه بما يتضمنه من اعمال فنية وتشكيلية راقية تعكس المستوى المتميز الذي وصل اليه الفنان البحريني وقدرته على صياغة اعمال فنية تجمع بين رقي المضمون وروح الانطلاق في التعبير عن الاحساس الانساني واكد ان الفنانين البحرينيين جبار الغضبان وسعيد رضي وعباس يوسف يمتلكون من الادوات الفنية والقدرات التعبيرية ما ساعدهم على تقديم لوحات فنية بديعة برموز جمالية خصبة خصبة المعنى والدلالة مشيدا بالدور الرائد لفضاء فولك للفنون في دعم ومساندة الفنانين التشكيليين في مملكة البحرين من جانبهم اعرب الفنانون التشكيليون عن خالص الشكر والتقدير لسعادة وزير الشؤون مجلس الوزراء على اهتمامه ودعمه المستمر للحركة الفنية والتشكيلية في مملكة البحرين مؤكدين ان الفن التشكيلي البحريني استطاع ان يحلق عاليا في الافاق الاقليمية والدولية بفضل رعاية الدولة وتحفيزها الدائم للابداع الفني والادبي والثقافي وجود مثل هذه المراكز الثقافية في وسط احياء سكنية يعطي المكان روح ثقافية وانا اتمنى ان نشجع مثل هالنوع من المراكز في وسط الاحياء السكنية لانا تعطيها روح الجانب الاخر المعرض فعلا ثلاثة من الفنانين المخضرمين في البحرين واللي عندهم تاريخ معروف في العمل الفني وبالذات في الجانب التشكيلي وكلهم اسماء معروفة ترجمة نانسي قنقر